يقول ومن أعلامه ودلائله عليه السلام على الاختصار منها والاقتصار على بعضها ما راح أحشركم كل شيء بعض القصص راح أقولكم إياها فلو أني نشرت ما طويت منها الأشياء اللي أنا طويت يعني طويت عليها لرماني الناس بيد واحدة عن قوس واحدة كان كل المسلمين هجموا عليه وقتلوني إيش عندك يا شريف مرتضى يا شريف رضي عني مام علي بحيث الأمة الإسلامية كلها تيجي مع عليك وتقتلك شون الأفكار كنت تحملها براسك عني وعلي شون كنت قاري من وين مشكلة أنه ما محقق ما عنده منج التحقير ولم يستحظم أبدا في لا في نجي بلاغه ولا في كتابه أي بحث سند ولا بحث رواه هل الشيء موجود كان يجمعه وهو أنا ما نلومه كثير هو كان شاب أيضا بالأشينات بالثلاثينات بلا أربعين أمره ومات اتوفر رحمة الله علي بس كان هذا صفحة 47 يروي هذه القصة أنه أنا عندي أشياء ما أحد ما يتحملها الناس ما يتحملوها من الأشياء اللي ما يتحملوها الناس أو يتحملوها شوية هذه القصص خلي نشوف شونه يذاكر ألم الغيب الإمام علي كان يعلم من الغيب يقول مر أمير المؤمنين في ناس من أصحابه بكربلاء فلما مر بها أغرورقت عيناه بالبكاء ثم قال هذا مناخ ركاب هذا الروزخونية الخطباء دائما يقروا على المنابل قال هذا مناخ ركابهم وهذا ملقى رحالهم وها هنا تهراق دماؤهم طوبى لك من تربة عليها تهراق دماؤه الأحبة فإذا الإمام علي بس مر بكربلاء تذكر شو حيشير بعد كذا سنة بعد وفاة الإمام علي هذا القصة طبعا مذكورة في وقعة صفين كتاب صفحة 142 هو يذكرها بدون سنة يذكرها كما في كتابه صفحة 47 وأيضا يذكر أنه إجا واحد بعد وفاة النبي وطالب باعتبار الإمام علي صار وصي النبي وصار قاضي دينه أو دينه فإجا في الواحد بدوي عرابي قال أنا أعطيت النبي مئة ناقة أعطيني إياهن قالوا وين شنو ما سأل دليلك ما دليلك قصها يا لا تتألف فقال زين بسيطة نعطيك قال الإمام حسن ابنه اللي كان ذكر أيام أمره خمس سنوات سبع سنوات قال الإمام علي يأمر ابنه الحسن أن يأخذ عصاه ويضرب صخرة يضرب صخرة فتخرج منها مئة ناقة فأعطاها عربيا ذاك العربي فقال صدق رسول الله وصدق أبوك هو قاضي دينه ومنجز وعده والإمام من بعده هنا الشاهد والإمام بعد هذا العربي من شافة سوى المعجزة طلع لمية ناقة من الصخرة رحمة الله عليكم وبركاته وأهل البيت إنه حميد ومجيد هذا صبح خمسين ينقل هاي القصة قصة اسطورية من شاف من سماح من رواح مو مهم